موسيقى السلام عليكم معكم حسن من قناة اكستيكي وهني عندي جهاز سامسونج غالكسي اس 6 اج هالتلفون مميز بتصميمه و بالأصح بالشاشة المنحنية من الأطراف فيها تعطي شكل غريب ومميز بنفس الوقت حق التلفون وهو اللي يكسب هالجهاز قيمته الشاشة هني من نوع سوبر امولد وهي ممتازة جدا وتعتبر الأفضل حاليا قياس الشاشة 5.1 انش بوضوح QHD مع أفضل مستويات الصدوع بين التلفونات الحالية سواء بالسطوع الأعلى أو الأقل الشاشة محمية بزجاج من نوع قوريلا الأصدار الرابع الشاشة المنحنية تعطي بعد آخر وقت الاستخدام بحيث تخلي محتوياتها كأنها تلف حول الشاشة و بالاستخدام لازم تتعود عليها أو تركب كفر علشان ما تتأذى إذا اخترت أنك تركب كفر فبالتالي أنت تحمي الجهاز بالكامل خصوصا التلفون من الأمام والخلف زجاج وبينهم معدن على يمين زر التشغيل وعلى يسار زرين الصوت من الأعلى مدخل الشريحة مع منفذ الريموت كنترول وأيضا أحد المايكروفونات المايكروفون الثاني نقدر نشوفه بالأسفل مع سماعة على يمين وهذا موقع جيد وعندنا منفذ السماعات وأيضا منفذ المايكرو يو اس بي اللي يدعم الشهن السريع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الأمام نقدر نشوف أزهار سامسونج المعهودة زر الهوم بين زرين رجوع مع زر آخر البرامج زر الهوم أيضا هنا ماسح للبصمة يعمل بشكل جيد جدا لكن ما يعتبر الأسرع فوق الشاشة عندنا كاميرا قوتها 5 ميجابيكسل تدعم تصوير الفيديو بقوة QHD وأيضا مع تقنية الـ HDR من الخلف عندنا كاميرا 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة F1.9 فيها مثبت بصري ميكانيكي وتدعم التصوير بدقة 4K والتصوير البطيء والتصوير مع تفعيل HDR عليمينها فلاش مع حساس لنبضات القلب اللي قلة يستخدمونه التصميم نظيف وحلو ومميز بنفس الوقت خصوصا مع الألوان المتوفرة هنا عندنا اللون الكحلي وفيه أيضا متوفر الأبيض والأخضر والذهبي مشكلة الجهاز الأبرز هو أن الجهاز ينخاف عليه علشان شدي وائد ناس رح تستخدم كفر للحماية الشاشة الأمامية أيضا تحتاج حماية برأيي خصوصا وأنها منحنية من الأطراف هلنحناء رح يسبب بعض المشاكل لما يكون فيه إضاءة مباشرة على الشاشة لأنه رح يعكسها الإضاءة وبالتالي تبين الشاشة أصغر يعني سامسونج حطوا بعض الأدوات للاستفادة من الشاشة المنحنية لما تفعلها الاختيار تسحب طرف الشاشة وتشوف اختصار حق أرقام مفضلة تقدر تختارهم من دليل الهاتف وإذا سحبت مرة ثانية تشوف اختصارات للبرامج وفي بعد اختيار تمسح على الشاشة وقت ما تكون طافية رح يعطيك الجهاز الوقت وآخر التنبيهات وهالشغلة تقدر تفعلها علشان تكون دائما شغالة مثلا أو تقدر تفعلها في وقت الشاحن أو وقت النو كان ودي أشوف استفادة أكبر للشاشة مثل النوت إيج لكن للأسف ما في لأن سامسونج توجهها الحين التسهيل والتبسيط على المستخدم واجهة تتشوز تم تخفيفها وتحسينها وايد بحيث أنها ما قامت تأثر وايد على الاستخدام الاستخدام سلس وسريع في أغلب الأحيان خصوصاً لما تشيل شاشة الفليب بورد اللي موجودة في أقصى اليسار التلفون في أدوات وايد ويمكن أفضلها هي إمكانية تشغيل الكاميرا في أي وقت عن طريق الضغط مرتين على زر الهوم وأيضاً تطبيق الثيمات الممتاز اللي بضغطة زر يغير لك واجهة التلفون بالكامل هنا النظام عندنا أندرويد 5.1.1 لوليبوب مع تحديث قادم خلال شهرين تقريباً للإصدار السادس من الأندرويد اللي هو أندرويد مارشملو اللي يتمنى الكثيرين فيه أن سامسونج تحلل فيه مشكلة التحكم الشديد بالرام هنا عندنا رام 3 جيجابايت ومعالج ممتاز جداً من سامسونج هو أكزينوس 7420 لكن الجهاز شرس جداً بالتعامل مع البرامج المفتوحة ويسكر معظمها بدون أي تنبيه الكاميرا هنا تعتبر أحد أبرز المميزات خصوصاً مع التحكم اليدوي وإمكانية التصوير بارتداد رو التصوير جداً ممتاز وبرنامج الكاميرا يعطيك كل الأدوات اللي تحتاجها وأيضاً ما تحتاجها وتقدر تنزل فلانتر أكثر وأدوات أكثر من متشر سامسونج تصوير الفيديو رائع هنا خصوصاً مع وجود التثبيت البصري ومايكات قابلة لاستقبال الصوت بشكل واضح وأيضاً في تصوير الفيديو عندنا اختيارات وايد منها التصوير السريع أو البطيء جداً اللي تقدر تفعل فيه الصوت يعني إذا أخذت التلفون راح تصور فيه وايد لكن دير بالك لأن الأج ذاكرته محدودة أما 32 أو 64 أو 328 جيجا بايت غير قابلة للزيادة هنا للأسف ما عندنا مدخل الذاكرة هذا براي أحد أبرز العيوب لكن الشركات أكثرها قاعدت تتوجه في هذا الطريج وإحنا كنا متوقعين أن سامسونج ما راح تكون أحد هالشركات لكن للأسف خيبة ظنها أيضاً بطارية التلفون غير قابلة للإزالة لكن هنا سامسونج عوضت نوعاً ما سعة البطارية 2600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع وأيضاً الشحن اللاسلكي يعني تقدر تخلي تلفونك على الشحن نص ساعة وبعدها تقدر تشخل شخل بالنسبة لي أداء البطارية ممتاز ودائماً كنت حصل على أربع ساعات وأكثر وقت شاشة الشاشة اللي هي العنصر الأساسي يمكن لشراء هذا الجهاز هنا عندك شيء مميز من ناحية الشكل والاستخدام وبالتالي المستخدم راح يقرر إذا كان يناسبه التلفون هذا أو لا أنا أنصح أنكم تجربونا قبل الشراء وإذا عجبكم وتابعون شاشة أكبر عندكم السكس أج بلس